أسهمت القيادة السياسية في جعل مصر نموذجا يحتذا به في مجال التنمية العمرانية خاصة مع تبنيها لأجندة حضرية جديدة فخلال عشر سنوات من العمل حققت مصر طفرة في التطور الحضري والعمرانية قيادة السياسية الطموحة للتنمية المستدامة أسهمت في جعل مصر نموذجا يحتذى به في مجال التنمية العمرانية خاصة مع تبنيها للأجنتة الحضرية الجديدة ما حفز المجتمع الدولي على تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في قلب القاهرة وحققت مصر تفرة في التطور الحضري والعمراني في فترة زمنية وجيزة خلال عشر سنوات من العمل المثابر في مجال العمران والطرق والكباري وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى المبادرات كحياة كريمة وبداية التي تعد واحدة من الأسباب التي أهلت القاهرة لانعقاد هذا المنتدى وهو أحد أهم المنتدايات الدولية تلك المبادرات الوطنية جعلت الحكومة والقيادة على أرض الواقع تتلمس تحديات الإنسان في التنمية ما أثر رؤية الوطنية وأصبحت تعلم يقينا أن القضايا البشرية متشابكة بعضها ببعض وأن التحضر لا عن التقدم التكنولوجي في حسب بل يجب أيضا القضاء على الفقر في الخدمات ومستوى المعيشة والمرافق وهذا ما سيناقشه المنتدى الحضري العالمي وعن اختيار قاهرة المعز لصدافة المنتدى وليس مدينة أخرى داخل مصر أوضحت الحكومة أن القاهرة تعد أكبر مدينة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وخامس أكبر مدينة في العالم وهي المدينة الوحيدة على مدى تاريخ المنتدايات الحضرية التي تحتضن ما يزيد على 20 مليون نسمة بالإضافة إلى العراق التاريخية للمدينة والتي تعود إلى أكثر من ألف سنة وتزدخل من المباني والمناطق والمزارات والآثار التاريخية ويعد المنتدى الحضري العالمي ثاني أهم حدث عالمي على أجنتة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ وأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجانيع اشتركوا في القناة